وإلى موضوع التربية كيف على الأهل اتباع الخطوات اللازمة لاستقبال الطلاب في المدارس في اليوم الأول ما هي الطرق التربوية والنفسية لذلك وكيف يجب مرافقة طلاب الصف الأول الأطفال في اليوم الأول على المقعد الدراسي أستضيف معي هنا في برنامجة اليوم مجدي وتد خبير ومختص في موضوع التنمية البشرية أهلا وسهلا أستاذ مجدي أهلا وسهلا فيك نعم إذن هناك من يسمى دخول للمدرسة وافتتاح سنة الدراسية العرس التربوي العرس الدراسي لمدارس الوسط العربي لطلابنا وطالباتنا شو هي الخطوات اللي أنت بتنصح الأهل سأل أهل مش لمعلمين ومعلمات أن يتبعوها عند مرافقتهم وبالذات للمرحلة الابتدائية وأخص بالذكر طلاب الصف الأول للمدرسة طبعا أول إشي بمبارك لأهلنا وطلابنا اقتراب السنة الدراسية الكل عام بنظر هذا الوقت بفارغ الصبر لابتداء السنة الدراسية مع الله الطلاب بالنسبة للأهل وتحضير الطلاب وخاصة الطلاب اللي هم جدد طلاب الصف الأول الانتقال الصف الأول طبعا نعرف أنه دول الطلاب هم يجيين لإطار جديد إطار جديد وفي عندهم قوانين اللي هم ما كانوا يعرفوها فمهم جدا التحضير هو يبلش قبل بداية السنة الدراسية قبل اليوم الأول تبعا البداية السنة الدراسية فبهذه الأيام اللي احنا موجودين فيها مهم جدا هو الأهل يجلسوا مع الولد ويتحدثوا معه شو يعني إطار شو يعني مدرسة شو يعني التزامات شو يعني وقت بداية حصة يعني الوقت الطالب هم يقعد 45 دقيقة اللي شيء ما كانش قبل موجود عنده فمهم جدا هذا الحديث أنه يدور بين الأهل وبين الطالب من أجل أنه يعرف أنه فايت على إطار مختلف على المكان موجود فيه ويجيز هذا الطالب حتى نفسيا في هاي الأيام وأنا طرحت هذا الموضوع أيضا في الأمس فيه طرق معينة مثلا عدى عن الجلوس والتحدث فيه وسائل معينة مثلا ممكن نستخدمها وسائل فيه أيام التحضيرية اللي حم بتصير اليوم في المدارس اللي هي ممكن تكون مساعدة خاصة لصف الأول اللي فيها يتعود على ليلها فيه كمان اللي هي الطالب اللي هو بنفسه تحضير قصة وانت بينام وانت بيقوم بدري آي بلش لأنه طلابنا مظبوط بالعطلة الصيفية بيتأخروا بالصهار بيناموا إذا يعني من هاي الفترة أو حتى يمكن قبل مفروض يناموا أبكر ويتعودوا لفيقوا بسجاعة ممكن أننا نطلع مع الطالب مع الولد الصبح بهذه الأيام كمثل الطريق اللي احنا رايحي فيها على المدرسة إن بهذا الاشي هاي هذا الوقت اللي احنا نطلع فيه هون ديكون الولد يعرف الإطار الرايح لليلو يعني لو أنا أقوم على المدرسة أروح أنا وأبني على المدرسة بالطريق اللي هناك أشوف وين ممر المشالي موجود وارجي وين الساحة وارجي خلينا ما لما بفوت أول يوم على المدرسة نحن نقوم بالمناخ المدرسة والتربوي خلال هذا الأسبوع ما يتفاجأش إنه مش إش جديد ما يتفاجأ من إنه أول يوم هو فايت ومش عارف لوين رايح وبصعيتها الأب أو الأم بنتم يضطروا إنه يظلوا موجودين مع ابنهم مع ابنهم وممكن في ولادهم رحين يبكوا بأول يوم فهذه الأشياء ممكنها تساعد شو مع الكتب والدفاتر والقرطاصية والحقائب اللي شاروها وممكن استخدامها مثلاً بذول الثلاثة ديام يعني تعرف لتعويض الطلاب والطالبات إنه يلا رجعنا في كتب في دفاتر أكست الكتب خصة من صف الأول ممكن ينبسطوا الكتب أكثر من كست لا أقصد فقط صف الأول ممكن أنا بحكي عنه التجليد في هاي اليوم اللي صارت موجودة عنا من جلد الكتب أو بالشخصيات اللي بيحبها الطالب فالولاد بنبسط لها بمبسوط لإلها بلا شك إنه مهم جداً إنه خصة من الطلاب اللي بالابتدائي حتى والإعدادي كبان إنه بهذه الأيام نرجع شوي على أقل نحضر الدرس الأول من كل المادة الولد يفتح شو يعني الدفتر شو يعني هيك شو يعني الالتزام لإله نحط خطة شو إحنا بدنا خلال السنة شو توقعاتنا الولد شو توقعاته من نفسه وشو الأهل توقعته من الطالب شو أنت بتتوقع من الحقل التدريسي بتعرف أنت هون حكيت عقضية تعويض الأهل لاستقبال الطلاب في الحقل التدريسي الآن من الجهة الأخرى الحقل التدريسي كيف المفروض إنه يستوعب هؤلاء الطلاب بشكل تدريجي يعني سواء من ناحية وقت أو حتى وظائف بيته عساس إنه حبة حبة يفوت للجو أنا شخصيا بإطار عملية وبإطار سابقا كنت كمعلم في سنوات سابقة الأشياء اللي أنا كنت أكون فيها إنه أول يوم يومين ما كنت أعلم مادة تعليمية بالأساس كانت أشياء أكثر فعاليات أشياء أدخل الطالب وحفظه وشوقه على دخول لألالعلم هذا الشبي أنا درست في السابق درست رياضيات درست مدرس مربي سابقا بالعدية سنوات كنت بهذا المجال وكنت حط الطالب كمان إنه شو العلامة دائما نسأل عن العلامة شو بدك أنت أش العلامة بدك إية نهاية الفصل فكل طالب كان إحكي أيش العلامة اللي هو بده إياها فطالب اللي كان عنده الثقة بنفسه بكلنا يعني بني تركوطعات هذا الاشيباء هذا الأمر وأنا ايش كنت أحكي لهم العلامة اللي حكيتها إليك أنت نهاية الفصل اللي راح تأخدها مهمتك تحافظ عليها نعم فمن هناك فيه برنامج طبعا في سيرورة معينة يعني لا يكونش فيه ضغط على الطلاب بالأسبوع الأول على الأقل أو بالأسبوع الثاني يعني المرات بنشوف قسم المعلمين من أول خمس دقائق بفوت الطالب افتح الكتاب ويبلش معه طيب الولد فايت على جو جديد بعد فترة اللي ما كانش فيها لا نظام كان بعياد كان برمضان فترة اللي ما فيها حدود يعني فوتل كمامرة لا حدود فمهم جدا نكون الاشي بشكل تدريجي شكرا جزيلا لك مجدي وتد منظر نقول المربي يعني المربي مجدي وتد وأيضا خبير التنمية البشرية شكرا جزيلا لك شكرا نخرج الآن لفاصل من ثم نعود نواصل موضوع قضية أخرى كنوا معنا